موسيقى ترمى وإحنا الأخصى هننشر حبه في كل مكان نفتح قلبك يسوا بيحبك نور حياتك بالنماء ترمى بالنماء نور حياتك بالنماء نور حياتك بالنماء نور حياتك بالنماء نور حياتك بالنماء أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة تانية في الكارما لايف شو والنهاردة هيبقى لنا حلقة خاصة جدا هنيجي برضو نصلي معاكم نشكر رب أنه معاني الأسيس أليكس حنى وحيبقى لنا فرصة ناخد تليفوناتكم وصالاتكم وهنشارككم في كل طلبة أنتم محتاجين الصلاة لأجلها أهلا بك أسيس أليكس فرصة سعيدة جدا أنك معاني للمرة التانية الأسبوع ده أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وسهلا وبرحب بك وأحباء المشاهدين ومتوقعين الرب يتحرك بمجد غير عادي وشكرا على استضافتك أمين أمين لرب صالح جدا أحبائي عنوان الحلقة بتاعتنا هو ذا أعظم من سليمان ها هنا في شخص أعظم من سليمان إن كان سليمان من عظماء العهد الأديم وقد كده كان ليه تاريخ عريض وعريق لكن عندنا من هو أعظم هنتكلم عن الملك سليمان وشخصيته شوية وهنتكلم عن ملكة سبق التي ذهبت لطرى حكمة سليمان وحب أقرأ معاكم كم عدد من سفر أخبار الأيام التاني الأصحاح التاسع ومن عدد واحد لاثناشر عن ملكة سبق أخبار الأيام التاني تسعة من عدد واحد بيقول الكلام ده وسمعت ملكة سبق بخبر سليمان فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشاليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها فأخبرها سليمان بكل كلامها ولم يخفي عنها سليمان أمر إلا وأخبرها به فلما رأت ملكة سبق حكمة سليمان والبيت الذي بناه وتعام إدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يسعدها في بيت الرب لم تبقى فيها روح بعد فقالت للملك صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيني فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك زادت عن الخبر الذي سمعته فطوب لرجالك وطوب لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك ليكن مباركا الرب إلهك الذي سرت بك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلهك لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته ويثبته إلى الأبد قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا وأهدت للملك 120 وزن ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبأ للملك سليمان وكذا عبيد حرام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهبا وفير أتوا بخشب الصندل وحجارة كريمة وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب وبيت الملك وأعوادا وربابا لم يرى مثلها قبل في أرض يهوزة وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت فضلا عما أتت به إلى الملك فانصرفت وذهبت إلى أرضها وعبيدها بحقيقة ملكة سبأ شخصية حلوة جدا حنتكلم عنها بعد شوية بعد ما ناخد فكرة عن شخصية سليمان وإعلقته بالله وماذا فعل أسيس أليكس إيه رأيك في شخصية سليمان الحكيم كل مملكة عظيمة بتبدأ بملك عظيم والعظم الحقيقية هي في الشركة والعلاقة مع الله فبنقرى مثلا في أخبار الأيام الثاني الأصاح الأول يعني الملك سليمان يقول كان الرب معه وعظمه جدا وهنا نجد أن الشركة هي اللي بتعظم الشخص الدخول في محضر الله هو اللي بيرفع الإنسان فبعد كده يلزهب سليمان وكل الجماعة رغم أنه كان ملك ما عملش احتفال بنفسه احتفال بملك أرضي لكن عمل احتفال لإلهه وقدم التسبيح والحمد للرب فنجد هنا مثلا في خيمة الاجتماع بيقول خدت ابو تعهد الرب وصعد من قرية عريم وبعدين طلب الرب فقال سليمان لله أول حديث لي وأول لقاء لي كان مع الرب وجيد أن احنا نبدأ حديثنا ونبدأ حياتنا بأن احنا نتكلم مع الرب وفي محضر الله بنقدم أشواق قلوبنا الله يسألنا ويتكلم إلينا لأن احنا أبناء غالين على قلب فقال له هنا الرب قال له يعني قال سليمان لله إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه ليثبت كلامك مع داود أبي قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض فاعطيني الآن ناس كتير يعني لما تيجي تطلب من الرب يقول لك المتطلبات كتيرة الديني الإمكانيات المادية الديني الإمكانيات الزمنية لكن اللي أعظم من كل الإمكانيات دي إنه هو طلب الحكمة لأن الحكمة هي شخص المسيح هو في أمثال واحد الحكمة اللي بنت بيتها والحكمة اللي هو شخص المسيح النازلة من فوق عديمة الرايب والرياء فأنا لو حصلت على المسيح الحكمة هفكر صح هنقاض صح هيكون في حكمة في كل التصرفات والحكمة هي اللي بتجيب كل استروات فعلشان كده بيقول اسأل ماذا أعطيك فطلب لنفسه هذه الحكمة بيقول لأنك سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بها على شعبي الذي ملكتك عليه وده كويس أنه الإنسان دايما بيرجع المجد لله يعني بيقول له أنت بدتني أقمتني على وكالة ماذا أصنع في هذه الوكالة قال له أنا عوزك أنت يا رب بفكرك بحكمتك بأقوالك بأعمالك يعني لما بنطلب أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لنا فالرب اداله الوعد وقال له لأنك لم تسأل يعني غنى والأموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك في ناس كتير مرتبكة في الحياة بالأمور المادية والأرضية والانتقام من الأعداء واللي وجهه اليوم إساءة لكن ده حيأ قلبه لطلب الرب فبيقول هنا أعطيتك حكمة ومعرفة وعطيتك غنى وأموال وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك فجاء سليبان من المرتفعة وكان معه 1400 مئة مركبة و12000 فارس وأيضا تجار الملك يعني بيقولك أخرجوا الفضة والذهب وده كان زي الطراب في أورا شليب وفي مملكة الطراب فده بيورينا إزاي أن إحنا لما بنهايق لبنا لطلب الرب والمعرفة الرب ويكون هدفنا إذا الرب ملكنا على شيء يا رب أنا وكيل أمين في الأشياء اللي أنت بتدهاني أديني حكمة التصرف والحكمة تقود إلى كل أنواع البركات بعد كده كمان كمالك يعني ما كانش بيغني لنفسه ولا بيمجد نفسه لكن عمل احتفال للرب إله فخدام المالك مثلا في أخبار الآيام الثاني أصحيح خمسة بقول لما خرج الكهنة من القدس جميع الكهنة تقدسوا واللويين والمغنون أجمعون كانوا لابسين كتانا بالسنوج والرباب والعدان وكانوا ينفخون في الأبواق وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوت واحد لتسبيح الرب وحمدوه ورفع صوت الأبواق وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح إلى الأبد رحبته أن البيت امتلأ سحاب فمجد الله حل على سليمان لكن لأن سليمان حيى الغنى والتسبيح والزباح كلها للرب إله امتلأ المكان من مجد الرب ومش بس هو اللي شاف مجد الرب لكن مجد الرب ملأ البيت حتى لم يستطيع الكهنة أن يدخله من رؤية مجد الله فأنا بقول الأب الحقيقي والأم الحقيقية بشكر الرب لأن اختبارات حلوة بتيجي عن رؤية مجد الله كل يوم أمثله قدي الرب عظيم في الكرمة واختبارات كل يوم بتيجي بتفرح قلوبنا يعني بعد الحلقة أمبارح أول أمبارح جات حلقات جات اختبارات وبعدين الأختي جات بتتصل بي أمبارح بتقول لي فرحت قلبي يعني بنشوف أن الكرمة دي زي بيت للرب ممتلئ من سحابة المجد كل يوم كل يوم اختبارات الواحد نفسه يكتب حتى ما بلاقيش وقت من كتر التليفونات وبعت ذلك عن التأخير في الحلقة لأن جاني تليفون حد كان محتاج صلاة فدخلت في إجزد غلط فضيعت شوي يعني حتى في الطريق بناخد اختبارات لمجد الله فأختي بتقول لي لما كنت في ناجفيل تينيسي أنا وزوجي أنفقنا تقريبا كل ما عيشتنا على الأطباء لأن احنا نفسنا في طفل لكن الطب يأس في علاجنا عشان يكون عندنا بيبي بس أنا عاوز أقول لك الخبر الحلو المفرح أنه لما تألمنا جدا لما يأسنا جدا لما كانش فيه أمل الرب افتقدنا في النهضة وانت بتصليلنا باضع اليد حسينا شيء غريب بيدخل جسدنا وانا كنت عند الطبيب من كام يوم وبشرني وقال لي انت حامل رغم ان احنا جربني معاك كل أنواع الأدوية بتاعت العقم والحاجات دي وده خبر كويس فبتقول له طب من فضلك أنا عاوز أعرف تاريخ الحمل امتى بالضبط بدأ الحمل ده عشان عرفنا ليه يأديه حمل فعاد الدكتور يحسب بالحسابات بتاعته كده فلا أنه الحمل بدأ من أيام النهضة من وقت الصلاة يبقى إذن احنا مدعوين كأمة مقدسة كشعب اقتناء ككهنوت ملوكي نشوف مقدر رب كل يوم وتخيالي مثلا يعني أروح مثلا نهضة من خمس سنين ألاقي ناس يقولولي فاكر الصلاة من أربع سنين فاكر الصلاة اللي صلناها طبعا أنا مش هفتك صلاة من ست سنين بس لأن كلمة الله دي يعني لما رحت مصر أختي سلوة وشفت أطفال اتولدوا على دين الرب وآيات وعجائب حصلت يقولك من عيد الحصاد من ثلاث سنين ومن أربع سنين ومن خمس سنين الاختبار الحلو التاني اللي جاني النهاردة الصبحة برضو كان نجبي للظهر الرب عامل فيها افتقاد جامد ونهاردة جامدة فأختي ديتني التصريح أن أنا أقول اختبارها وهي كلمة الكارما النهاردة الصبح تقولهم هي يعني الرب افتقادها في حمل بس في سن كبير والحمل في سن كبير حضرتك عارفة أنه ممكن بيعمل في الطب في حاجة اسمها أو اتولد الطفل متخلف عقليا وطبعا ده بيبقى السبب تعب شديد لأهله ومعاناة وكده فقالت لي يعني احنا عملنا تحليل غالي جدا والدكاترة قالوا لي احتمال الدون سندروم معاكي عشر أضعاف السيدات اللي هما في السن العادي وغالبا احنا منتظرين يعني يا إما تنهي الحمل ده يا إما العيل هينزل بدون فقالت احنا صلينا وطلبنا الرب واتكلنا عليه وكانت خايفة جدا لأن الأطباء رعبوها يعني فاتصلت النهاردة الصبحة والنفس الأطباء يمكنني حضرتك سمعت الاختبار طيب شهاد على فهمتني نفس الأطباء اللي قالولها هينزل وعنده دون اتصلوا بيها النهاردة فأقل من 24 ساعة من الصلاة يبقى ده مجد ولا مش مجد وقالوا لها الطفل هينزل طبيعي ومبروك وما فيش أي مشاكل فافتكرت الآية في المساء يا بيته البكاء وفي الصباح وفي الصباح ترنه وقديكت فرحانه وهاي بتتصل فعاوز أقول يعني إن احنا دخلنا في محضر إله المجد هو دعانا بالمجد والفضيلة النموس اللي هو واحدة بواحدة وعين بعين وسن بسن والبادي أظلم ده كان في العهد القديم لكن النعمة والحق بها سوع المسيح قد صار دعم ربنا يباركك أسيس أليكس فعلا هي الأخت الفاضلة دي اتصعت النهاردة وقالت أشكر رب التحليل الأخيرة كلها بعد ما صليت معاكم كلها سليمة وأنا سني كبير وأشكر رب فرحنا جدا لما سمعنا الاختبار أنا بلاحظ أسيس أليكس وده كان فيه كذا مكالمة النهاردة إن الناس معظم صلاتهم كلها شكوى وطلبات يعني حضرتك لما بتتكلم عن سليمان وبتقول الرب قال له أنت عايز إيه لا طلب جاه ولا طلب مال ولا طلب أسور ولا طلب بساتين ولا ولا أي حاجة ولا جنت ولا فراديس ولا أي حاجة لكن هو طلب حكمة فالنهاردة كذا مكالمة جات ناس فعلا واحدة قالتلي خلاص أنا قدامي الانتحار أنا ما عنديش بديل تاني خلاص وبعدين بعد ما اتكلمت عرفت إن هي اختبرت الرب كلمنا مع بعض بعدين قلتلها قاتلي بصلي قلتلها بتصلي قاتلي آه قلتلها بتقولي إيه قالتلي بابكي قدام ربنا بقوله إيه اللي مدايقني قلتلها لأ مش كل الصلاة بتاعنا شكوى ما ينفعش أو مش كل الصلاة بتاعنا طلبات ما ينفعش برضو الله بيزهق لأنه هو يعلم أننا نحتاج إلى هذه كلها قبل أن نسأل لكن بقولها حبيبتي مكتوب أطلبه ملكوتا الله هو بالرو تعالي أطلبي الرب لحياتك تعالي قليله كلام إيجابي على حياتك تعالي أطلبي عمق روحي أفضل عادت كلمت معاها لحد ما ابتدت تستوع بالأمر يمكن خدنا أكتر من ساعة وإحنا بنتكلم وابتدت تستوع بالأمر أنه لما نيجي نصلي نقلل شوية من يا رب عايزين وعايزين وعايزين وفي حد النهاردة قال لي قال لي أنا أنا ببكي بكة واحدة من أوروبا كلمتني وبصلي بدموع لربنا فأنا بقى فرحت قلت لها ربنا يباركت بتصلي بدموع تقولي إيه قالت لي أقول له مشاكل ولد قلت لها آه هي دي صلات بدموع أكي آه أمال أنا هصلي ربنا يعني ما لازم هعمل كده قلت لها لا يا حبي لا مش كده خالص 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 عمر ما علاقتنا بالرب هاتو خد لا علاقتنا بالرب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا ولأني أنا بحبه هو إلهي هو رعية هو سيدي فبقول له تعالى باركني تعالى على حياتي تعالى تمجد معايا تعالى دخلني الأعمق روحية حلوة أنا بحط تلباطي بين إيديك لكن أنا عايزة لنفسي نعمة خاصة لكن سليمان ما عملش كده سليمان طلب حكمة طلب أمر رائع جدا بعيد عن الغنى وبعيد عن كل شيء عشان كده الرب ادي له كل حاجة ادي له الحكمة و ادي له الغنى الذي لم يكن مثله في كل الأرض فده فعلا النهاردة معظم المكالمات كانت يا أسيس أليكس ناس كل صلاتها بكة ودموع وأنين وفي نفس الوقت مش حاسين بسلام مش حاسين بنعمة مش حاسين بحضور ربنا في حياتهم لأني صلاتهم بتقتصر على تلبطهم بس نعم فده شيء فعلا متعب جدا يعني خليهم مش عارفين تحركوا وقفين في نقطة مش عارفين تحركوا منه مش عارفين تحركوا منه فأنا بصلي إن فعلا نغير طريقة صلاتنا يا جماعة ونكون بنطلب أبعاد روحية وأعماق روحية نكون بنشكر إلهنا على كل عطياء اللي بيدهلنا كل يوم عندنا حفظ ورعاية وعناية وهو بيبعث لنا العلوفة في حينا وهو بيدينا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكت نشكره على اللي بيدهلنا وبيمنع عننا حاجات ما نستحملهاش نشكره على اللي بيمنعه عننا نشكره على اللي بيمنعه لينا وفي الآخر نقوله إنت شايف حتياجنا مش محتاج نوصيك على الولاد مش محتاج نوصيك على الحالة المادية مش محتاج نقول لك يا رب الظروف بتاعتنا كذا وكذا وكذا اتمجد ولادنا عايزين إنت تخلصهم واللي كان بيطلب النهاردة واحدة بتطلب وأكتر من واحدة كمان لأجل زوجها إنه ييجي للرب الحاجة دي يا رب نوصيك عليها بس بعد ما نكون طلبنا لنفسنا أمور رائعة وأمور روحية حلوة سيس أليكس ملكة سبق شخصية ظريفة جدا النهاردة عدت أقرأ يعني عنها مش عارفة تحب تشاركنا بحاجة عنها قبل ما أنا أقول الحياة ملكة سبق جاءت من مكان بعيد جدا علشان تزور الملك كان في قلبها زي ما حضرتك قلت مسائل وامتحانات كتيرة فجت الملك سليمان علشان تسأل على المسائل لكن جت بيقول عنها الكتاب يعني جت وهي محملة بهدايا وبأطياب لو في أخبار الأيام التاني تسعة بيقول أتت لتمتحن سليمان بمسائل بموقب عظيم جدا بجمال حاملة حنطة وأطياب وذهب بكسرة وحجارة كريمة وده بيورينا حتى ملوك الأرض حتى ملوك الأرض بيبقوا في حالة حيرة وفي حالة عدم راحة ملوك الأرض يعني طب دي ست عندها أطياب وعندها الدهب وعندها الفضة وعندها الحجارة الكريمة كل ده ما يقدرش يحل مشاكلها لا لكن زي ما حضرتك قلت إن الحاجة هي إلى واحد تعالوا إليا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم نعم عشان كده أنا واثق إن الرب النهاردة هيحل عقد وهيفك أنيار وهيطلق عمله زي ممالكة عظيمة كان لها المركز وكان لها الجاه وكانت من أغنى ملوك العالم لكن جاية محتاجة تسأل الرب في سليمان وبيقول كلمته عن كل ما في قلبها فأخبرها سليمان بكل كلامه ولم يخفي عنها أمر إلا وأخبرها طب سليمان كان ملك أرضي في ناس كتير عندها حيرة تجاه أمور ومش عارفة يمينها من شمالها إحنا متوقعين إنه الرب ييجي النهاردة بحضور ومجد إلهي يخبر كل شخص عما في قلبه فعشان كده أنا بادعو أحبائي كلهم اللي محتاج لراحة في بشاكل اللي محتاج لراحة من أي نوع الراحة بقيت راحة الراحة دي لشعب الله تعالى انتمي لشعب الله وتعالى إلى سليمان العهد الجديد اللي هو شخص الرب يسوع هو عنده الغدى عنده الكرامة نعم إله فوق التصور تخيل هي قبل حتى ما تحكي وقبل ما تتكلم والكتاب يقول قبل أن أدعوه أنا أستجيب أخبرها بكل أمر في قلبها وده إشارة للرب يسوع اللي بيورينا إنه هو قبل أن أدعوه هو يستجيب إله محب قلبه مفتوح عاوز يجيب على أسئلتنا عاوز يرد علينا يقول اسألني فأعطيك الأمم مراسا فلما رأت ملكة سبأ حكمة السليمان والبيت الذي بناه ومائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسه وسقاطه والمحرقات التي كانت أسعدها لم تبقى فيها روح بعد وده بيورينا إنه الملك سليمان اللي أقام علاقة مع الله انعكس مجد إلهه على منظر الخدام علشان كده خدام المسيح الكل فيه هيكله قائلين مجد إذا كان سليمان كملك أرضي بشركة مع رب الأرباب وملك الملوك انبهرت الملكة وقالت أنا ما كنتش أعرف غير النص ولم ترى عين الحقيقة لم أخبر عن النص أما النص في الآخر فلم أخبر عنه عشان كده الكتاب يقول ما لم ترى عين وما لم تسمع به أزن ما قد أعده الله للذين يحبونه تعالوا أيها الأحباء نختبر معا مقدار عظمة الملك الحقيقي الذي دفع ليه كل السلطان في السماء على الأرض هيمل حياتك مجد هيمل مسامعك من حضوره لاحظ إن كل ترتيب في المائدة كان يعبر عن مجد إله سليمان السقاء ترتيب المائدة وده معناه إن إحنا نقدر نشوف الرب وإحنا عادين على مائدة الأكل وإحنا عادين على مائدة الطعام بدل ما يكون فيه كلام غلط وبدل ما يكون فيه هجوم من حد الآخر تبقى فعلا مائدة الملك كلها محبة كل حاجة صغيرة وكبيرة شافت الملك وقالت صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك لم أصدق كلامهم حتى جاءت وأبصرت عيناي وده بيوري زمانت حضرتك قلت كده في البداية ناس كتير مش قادرة تشوف المجد الحقيقي لأنها مش عاوزة تتنقل لمائدة الملك لو فيه أو مش عاوزة تدخل لمحضر الملك يعني من طول ما أنت في أرض بعيدة أو من طول ما أنت في مكان بعيد لغاية لما تيجي تقعد مع الملك شخصيا وتجلس معه شخصيا مش هتختبر حضرت ومجد وروعة هذا الملك عشان كده الكتاب يدعونا أن احنا ندخل إلى محضر الملك فالنهار ده وإحنا السماء مفتوحة وابن الإنسان الجالس على العرش مهيئ مائدة مليانة من كل المشتهيات حلقه حلاوة وكله مشتهيات أنا بدأ عزان المشاهدين النهار ده أنهم يرفعوا الخطوط ويرفعوا السماعات ويدخلوا إلى ميدة ملك الملوك ورب الأرباب شخص الرب يسوع المسيح وبالدخول إلى محضر الله سنكتشف الحقيقة وبيتقول كده السامعين حكمتك ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بيك وجعلك على كرسي ملكه لأن الله أحب إسرائيل ليسبته إلى الأبد قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا أول حاجة حست بيها ملكة سبق فمحضر الإله سليمان الحكمة والعدل حست أن الله ينصفها أنها مش هتطلع بالحيرة اللي هي دخلت بيها لكن كل مشكلة لها حل وكل موضوع الرب هيجيبها عنه وتاني بركة أخدتها غير الإنصاف يقول أهدت الملك الناس كتير بتفتكر يعني أن احنا نقدر نقدم للملك شيء صح قدمت للملك إيه بيقول أهدت الملك 120 وزن الدهب وأطياب وحجارة كريمة وكذا عبيد حرام وعبيد سليمان لكن الملك اللي قدمه الملك سبق لكل ملك سليمان لملكة سبق يقول أعطى الملك سليمان ملكة سبق كل مشتهاء وإحنا مهما قدمنا للرب الرب إلى سخف العطاء كريم في التوزيع النهاردة عاوزي بارك أحبائنا المشاهدين بكل مشتهاء يمجد اسمه فخرجت من محضر سليمان وهي في غنى حقيقي في كرامة حقيقية في ملء بركة العهد الجديد في ملء بركة إنجيل المسيح ناس كتير يعني بتفتكر بيعادبوا ربنا يقول ليه مش عاوز تباركنا ليه سابنا في فقر ليه سابنا في عوز ليه سابنا في احتياج ليه سابنا في كده لكن أنا بقول له هل أنت انتقلت من العالم ومن الظلمة ودخلت إلى النور الحقيقي لاحظ أن اللي غير حالة ملكة سبا إنها راحت وقعدت مع الملك شخصيا اللي غير ملكة سبا إنها دخلت ورأت كل مجد الملك فأنا عاوز أقول لك نحن الكتاب يقول ونحن ناظرون مجد الرب بواجن مكشوف بنتغير من مجد إلى مجد إلى تلك السورة عينها علشان أتغير في محضر الملك أنا محتاج جلسة يومية مع ملك الملوك ورب الأرباب علشان أتغير من العالم الذي ينبت وينتج شوكا وحسكا إلى نعمة الله لابد أن أزوق طعام مائدته وطعام مائدته هو يسوع الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياه للبشر علشان أتغير من العالم اللي كله علقب وكله مرارة وكله زي نقول كده الكتاب كل ما في العالم شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة الشيء ليست من الله لابد أن أشرب من شراب الملك وما هو شراب الملك هو ماء الروح القدس زي ما الرب قال إن عطش أحد فليقبل إليه وأشرب إذن الرب محضر لنا وليما متكاملة ومحضر لنا وليما على مائدته هنتكلم عنها أكدر أمين ربنا يباركا كأسيس أليكس النهاردة قعدت فعلا أشوف ملكة سبق وقريت عنها شوية لقيت أخبار ظريفة كده عجبتني قوي فبيقول إن سبق هو إقليم والإقليم ده في المنطقة ما بين البحر الأحمر في الجنوب والمحيط الهندي الإقليم بتاع سبق وفي الإقليم ده اسم سبق ده أو إقليم سبق سمية باسم شخص حفيد كوش وكوش يعتبر حفيد نوح من نسل حام فكوش حفيد نوح ابن حام فهو من شعب الله وسبق حفيد كوش كوش راح سكن في منطقة أسيوبيا وكان ملك هناك ولما جي حفيده اللي اسمه سبق سمى الإقليم كله باسمه باسم حفيده فعلشان كده سمية إقليم سبق وكانت ملكة سبق ما هياش غريبة عن شعب الله هي عارفة كل حاجة وعارفة مين كوش إن ده من نسل إبراهيم وهي أيضا نفس الحجاية فكانت هي ملكة الجزء الجنوبي لمنطقة سبق هي الملكة بتاعت الجزء الجنوبي كانت تشتهر بالجمال وكانت تشتهر بالجاه والعظمة والأبها كانت شخصية كده يعني جبارة زي ما بيقولوا يعني شخصية رائعة جداً والبلاد بتاعت سبق كانت بتشتهر زي ما قال أسيس أليكس بالتوابل وبالعطور بالجواهر الفضيعة بالدهب كانت تشتهر بكده فكان العرب كانوا سموا ملكة سبق الكتاب سمها اسمين؟ ملكة سبق أو ملكة التيمن فرب يسوع سمها ملكة التيمن أو ملكة سبق العرب سموها مقيدة أو مكيدة كده يعني وسموها كمان بلقيس مكيدة أو بلقيس العرب سموها الاسم ده فكان فيه تبادل تجاري بين سبق وبين مملكة يهوزة وأرشليم لأنها سمعت عن الملك بتاع أرشليم سليمان الحكيم وعن الغنى الفاحش اللي هو فيه وعن الحكمة المنقطعة النظير وفيه أساطير طلعت كتير عن المواضيع دي هي سمعت عنه قوي وكانت مش طاقة تشوف الإنسان ده وتشوف الكلام اللي بيتقال عنه إزاي يعني إزاي الحكمة بتاعته إلى هذا الحد والتبادل التجاري اللي كان بينهم هم بيجيبوا من هناك دهب وبيجيبوا توابل وبيجيبوا جواهر وهي بتاخد من عن سليمان من أرشليم برضو أشياء هم محتاجينها في مملكة سبق هناك فلما سمعت عن سليمان حبت تيجي تشوفي الكلام اللي هي سمعته فكان بيقول الكاتب إنها سمعت وأقبلت وأقبلت وجاءت ورأت وتحدثت مع سليمان وعرفت واستمتعت بالحكمة بتاعته لما جت عنده طبعا ده تكلف مبالغ بهزة إن هي تيجي من مملكة سبق اللي هي جنوب البحر الأحمر وتيجي لحد أرشليم سفر طويل عليها ده كليف طويلة جابت معاها هدايا كتير من التوابل وجابت هدايا من العطور ومن الجواهر ومن الدهب للملك سليمان طبعا لأنها عارفة إن هو قد كده راجل عظيم جدا جدا وقتت لتسمع حكمة سليمان وزي ما قال الأسيس أليكس تمتحنه وتسأله في إيه هو مستوى الحكمة اللي عنده وطبعا يقولك لم يكن فيها روح بعد ما كانتش قادرت تستحمل قمة الحكمة والعظمة وقالت هو وزن نصف لم أخبر عنه ده أنا كده يا دوب عرفت النص ده أنا كل اللي سمعته رغم إن السليمان تكلم معاها عن كل حاجة وعن أمور كتيرة في المملكة بتاعته وفي التجارة بتاعته وفي الحكمة اللي ربنا ادهاله وشافت بيت الرب اللي كان بيبني سليمان هي جابت له من ضمن اللي كان يشتهر به سبق خشب اسمه خشب الصندل خشب الصندل ده أخدت له كمية كان أفخم ومازال طبعا أفخم أنواع الأخشاب في العالم فدخله في بيت الرب عمل صور كده وعمل حاجات في بيت الرب وعمل منار رباب وحاجات موسيقية من الخشب ده طبعا هو استفاد بالخشب ده ودخله في بيت الرب عشان يصنع في حاجات كتيرة فشافت قديه العظمة وشافت طبعا زي ما قالنا الأسيس أليكس المائدة بتاعته شكلها إيه الخدم السقاء العز اللي هو فيه علشان ابتدت تعرف ربنا عمل إيه معاه طبعا ده أثر فيها كتير جدا وعرفت من هو إلى سليمان أحباء المشاهدين إحنا مضطرين نطلع فاصل كده دقيق بسيطة ونرجع لكم خليكم معانا وهنرجع لكم بسرعة وفي يات العالم في اليوم مئة خمسة وخمسين ألف نفس تقريبا يعني في الساعة ستلاف ربعمية تمانية وخمسين نفس وفي الدقيقة مية وتمانية نفس يعني في الثانية تقريبا اتنين بيموتوا كم واحد منهم ضمن حياته مع المسيح وكم واحد بيهلك وبيروح للجحيم أنا وإنت علينا دور نصلي ونوصل كلمة ربنا ليه كون إجابي موسيقى 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 ممكن يكون في حياة كل واحد فينا العظر ميت ومعندوش أمل مش بس كده لكن ممكن نكون بنوجه اللون في الحالة اللي وصلها على ربنا صدقني عليك دور مش مهم سنك، إمكانياتك، ظروفك، اعمل اللي عليك شيل الحجر من على قبر أخوك علشان يسمع صوت ربنا ويقوله العازر هلومة خارجا الكرمة بتغطي 98% تقريبا من الكرة الأرضية ساعدنا إنه كل العازر يسمع صوت ربنا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر موسيقى أنا نانسي قطع صوت كاسر علي لاكتني خزف مالوش ماثي سعني في يدا موسيقى إنا أبيض جميل أنا نانسي قطع صوت كاسر علي اشتركوا في القناة 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 بمد يد يسوع للشفاء لتمتد يدك أنا بطلب كل واحد وكل واحدة بطلبوا زرع بشر اتحدوا مع بعض في الصلاة حطوا يديكم في يدين بعض وصلوا معايا قولوا نثق أيها الرب يسوع المسيح في أنك تأتي بقوة على أجسادنا وتفعل نعمتك فينا يا سيدنا الرب لكي تعطينا أبناء وبنات يكونوا كأغصان الزيتون لأجل الأخ جرج يا رب والأخ اللي في المينيا المصاب بأمراض سرطانية منتشرة في جسده نقف يا رب باسم يسوع المسيح الذي أحبنا وطهرنا من كل خطيانا وعطانا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدوة ندوس على كل مرض باسم الآب والابن والروح القدس ونثق يا رب أن اسمك يتعزم في تطهير الأمراض السرطانات الحميدة والغير حميدة يا رب كل بنين وكل ماليجننت وكل مرض يا رب أسبابه بكتيريا بنصلي يا رب أيضا للذين في أفريقيا يعانون من الإيبولا فيروس اللي وصل أمريكا أيضا وبدأ ينتشر أنك تضح حد لهذا المرض في اسم يسوع بنصلي يا رب لأجل كل المشاكل الزوجية مع الأبناء والبنات والمهددين يا رب بالطلاق أنك توقف يا رب قوة عدو الخير الذي يقسب ويسبح ويهلك في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي أجل أخفاء يا رب اللي مش بيتكلم والأجل أمراض الاكتئاب والأجل اللي على الله يصبرت تعال يا سيد الرب بنعمة زور المستشفيات وزور المرضى على فراش المرض واللي في الريكوفري روب أقم عبيدك يا رب بنهضة حقيقية وعطينا أن نبصر جلالك ومجدك يغطي الأرض إذا كان سليمان استطاع رب أن يصرف ملكة السبا ولم يكن لها احتياج فكم وكم رب الأرباب الذي أحبنا فضلا وأعطانا في المسيح كل شيء بغير التمتع كيف لا يهبنا مع ابن الوحيد كل شيء آمين مبارك اسم الرب أسيس أليكس علشان نقارن سليمان بكل عظمته لكن هناك أعظم من سليمان ها هنا نعم الأعظم من سليمان ده في الغنى في الكرامة في المحبة في العطاء في البذل أنا الحكمة أسكن الزكاء في كل شيء نعم فحكي لنا بقى عن الفرق بين إلهنا وحبيبنا وفدينا وخلصنا بالمقارنة بسليمان الحكيم طبعا سليمان ارتكب خطايا كثيرة لكن يسوع مكتوب عنه لم يفعل خطايا لم يوجد في فامه غش نعم سليمان استطاع أن يقدم مجرد عطايا أرضية في وقت ملكه كملك أرضي لكن المسيح حطياء أبدية وهباته ودعوته هي بلا ندامة نعم سليمان يعني في آخر حياته أضلت قلبه النساء لكن المسيح لم يعطي قلبه إلا للكنيسة التي هي جسده أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها وبيقول بولوس خطبتكم لرجل واحد ليقدم عزراء عفيفة المسيح وده درس لنا إحنا كأزواج وزوجات إن إحنا نتعلم المحبة التكريسية المحبة المخصصة إنه رغم أكتر حاجة يعني المحبة اللي هي لو أعطى الإنسان كله صاروة بيته عوضا عنها تحتقر احتقار فإحنا نتعلم من علاقة المسيح بالكنيسة إنه هكذا يحب الرجل امرأته وزي ما المسيح ترك كل شيء وقتنى الكنيسة بدمه لابد إحنا كأزواج وزوجات نقتني بعضنا بعض إلى الأبد ونحب بعضنا بعض بقلب طاهر وبشدة المسيح طبعا هو خالق كل الأشياء بكلمة قدرته واللي منه وله كل الأشياء قد خلقت أستأذينا بس ثانية واحدة أنا فعلا بكرر لأستاذ المشاهدين إن خطوط التليفون كلها مفتوحة لو فيه تلبة صلة إحنا تحت أمركم تسلو بينا أسيس أليكس يصلي معاكم في أي وقت أهلا وسهلا بك سوري أسيس لا تفضل طبعا دي فرصة برحب أحباء المشاهدين ومنتظرين الرب يتحرك بمجد على كل طلبة وعلى كل نفس والخطوط دلوقتي مفتوحة أهلا وسهلا بكم طلباتكم المسيح جاء من نسل داود من نسل سليمان لكن في الواقع هو قال من قبل إبراهيم وأنا كائن فسليمان كانت فترة حياته على الأرض محدودة لكن الرب لا بدأت أيام له ولا نهاية أيام طبعا سليمان كان يقدر يعني يشجع الناس اللي معاه في حدود دائرته أو في حدود تواجده لكن الرب يسوع إدانا وقال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر وليه عينان تخترق عن أسطر الظلام فهو شايف اللي بنمر بي وشايف ظروفنا يسوع يعني أطاع حتى الموت موت الصليب أقام الله أعطى اسمه فوق كل اسم فوق اسم سليمان فوق اسم داود لكي تكسب اسم يسوع كل رجبة مما في السماء وعلى الأرض فملكة سبا كان لها فرصة مرة واحدة أنها تشوف سليمان ومرة واحدة أنها تتبارك من سليمان لكن احنا لنا فرص لا عدد لها فركات كل يوم فقال كذا كذا نتقدم بثقة إلى عرش النعمة ننال رحمة نجد عونا في حينه فاحنا لنا فرص مقدمة كل يوم للبركة والنعمة بلا حدود سليمان بنى هيكل لرب لكن احنا نفسنا هيكل الله واروح الله ساكن فينا وإفت قدام النقطة دي قلت له يا سلام يا رب لما تختار المصدرة وغير الموجود لما تختار الناس اللي من تراب جبلة ساقطة ضربة طرية لم تعصر لم تعصب لم تلين بذي وتحط روحك القدوس وتقول أنتم هيكل الله واروح الله ساكن فيكم عطايا سليمان محدودة زي ما قلنا الأسيس قالت لكن عطايا إلهنا الصالح غير محدودة عطاياه أزلية أبدية وهو لا يعير يعطي بسخار ولا يعير عشان كده ممكن نتقدم بالثقة العرش النعمة ونيجي قدامه ونقوله ادينا يا رب ادينا فعلا من ملكك العظيم المبارك الروحي على حياتنا املانا بروحك القدوس بدل العطايا البشرية لأنه هو ذا أعظم من سليمان ها هنا هو إلهنا الصالح اللي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان إلهنا دا يا جماعة فعلا غير محدود غير محدود سليمان بكل حكمته ما كانش يقدر يشفي من الصداع ما كانش يقدر كان لي إمكانيات في حدود معينة برغم أنه لم يكن قلب قبله ولا بعده ولن يكون لكن كان ليلمت في عطاءه ليلمت في قدراته لكن إحنا النهاردة عندنا أعظم من سليمان بملايقات سليمان ماتش من أجل حد سليمان محدش مات عشانه لكن إلهنا الصالح المبارك العظيم الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب فحنقارن إيه بإيه حنقارن إيه بإيه هو ذا أعظم من سليمان ههنا عشان كده خلينا نسق فيه خلينا نسق في أمنته في محبته وفي حنانه أنه فعلا هيدينينا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر بس هو قال أطلب أولا ملكوت الله وبره يا جماعة أديكم اللي أنتو عايزين يا جماعة غناية لا يستقصى يا جماعة سري كل الخائفية وعهدي لتعليمكم بس أطلب أولا ملكوت الله وبره تب وارجعوا تمحى خطياكم ثم تأتي أوقات الفرج من عند الرب خلينا نتوب ليه خلينا نرجع ليه خلينا نجدد عهودنا معاه ونقوله بنجيلك يا رب عشان ناخد منك برك خاصة على حياتنا بنجيلك وبنسيب كل ضعف كل طراب جاء على حياتنا وبنستبدله بقوة إلى هي عظيمة وبعد كده بنجيب تلبطنا وانت هتدينا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر سيسألك سيحكينا على الاختبارات الحلوة اللي رب ادهي لك في مصر وكيف عظم الرب العمل هناك أول اختبار حصل كان اختبار عجيب يعني كان فيه أخت من تشاد من خلفية غير مسيحية أنا مش بذكر اسمها لكن هي كانت اتعرفت على الرب من خلال قناة الكرمة وصلنا معاها وابلت الرب فهي ما كانتش عندها خبر ان أنا رايح ولا أنا جاي ولا أي حاجة تتكلم عربي اللي من تشادي آه تعرف عربي آه فالاختي دي لما كان عندي النهضة في كنيسة من الكنيس كان أول يوم لي في الخدمة فروحت لقيتها منتظرة على الباب فبتقول لي يعني أنا منتظرة هنا حد قال لي النهاردة يوم إرسالية ليك وانا عم قلت يا هي عارفاني من التلفزيون يعني بس أنا فجات كنت أول واحدة أشوفها في أول خدمة وتشوفني وتقابلني على باب الكنيسة في أول يوم آه فهي قالت لي يعني أنا جاي هنا بتوقيت إلهي وانت جاي هنا بمعاد سماوة فافتكرت في لبس والخص الحبشي ازاي انه الرب قال له تقدم ورافق هذه المركبة والاتنين اتقابلوا في توقيت إلهي كان بيعرف سفر أشاعية ومش قادر يفهم لغاية لما في لبس ابتدى يفسر لي المكتوب عن الرب يسوع وقابل الرب يعني فعارت لي يعني زي فيه أنا مش عارف إيحصلين فأنا كانت أول خدمة بخدمها عن الإرسالية فبعد الخدمة بفتح الفرصة للناس أنهم يتكلموا أو يسألوا عن الإرسالية فقيت لي أنا ربنا اتكلمني على أن أنا هكون مرسلة في تشاد وكلمني بحلم وبرؤية وهو بعيدني النهاردة علشان النهاردة الجمعة وأنا يوم الحدم سفرة تشاد وهكون مرسلة للرب وإنتم اللي هترسلوني فممكن تحطوا الأياد علي وتطلقوني ولأنها هي من خلف هي غير مسيحية فكانت تارى كتاب المقدس في السر يعني عشان محدش يشوفها ولا تارى في الخفى من كتر الخف اللي هي فيه لكن فجأت أنها بعد ما قبلت الرب وفرحت بالرب أنه جزء اللي هو من خلف هي غير مسيحية واللي أنا جيب للكتاب مقدس ونقرأ مع بع فاحنا صلينا وحطينا الأياد عليها وقالت أنا الوحيدة في بلد كبير في تشاد المسيحية وهكون أول مرسلة ربنا بيستخدمني الأهلي وناسي والبلد اللي أنا فيها فصلنا وضعنا عليها الأياد وأطلقناها والرب عمل عمل مجيد جدا فده كان إرسالية فده كان اختبار من الاختبارات اللي شجعنا جدا أنه مازال الله يعطي المواعيد الإلهية يعمل فيه يعني كنت برضه في الزتون ف مش هذكر أسماء برضه لكن شخص كان بيحكي لي إزاي أنه مراته بتعاني من دسك ألام شديدة في الظهر وقبل ده فيه اختبار كمان عاوز أقوله عن شفاء من سرطان كان فيه أخ جاي للكنيسة من الكويت الأخ ده كان بحسب التقارير قالوا له السرطان متفشي من الدرجة الرابعة وانت مش تقدر تشتغل تاني وروح بلدك وحلائسة كان في البنكرياس وسرطانات البنكرياس دي بتبقى صعبة جدا لكن نشكر رب لأجل الكنايس اللي عندها إيمان بالمواهب والشفاء حتى الآن فكل المؤمنين اجتمعنا حطينا الأياد عليه وصلنا وطلبنا الرب وابتدى يحس بقوة في جسده وقوة دخلت جسمه ومزار حتى الآن يحيى ورجع لشغله واستلم شغله عادي في الكويت والعيلة فرحت جدا يعني شكرا رب الشيء جدا وكانت بها يلمس وقالت رغم أنه كان مقرر لديه عملية كبيرة جدا لكن أنا حطيت بالإيمان إيدي على مكان الألم وحسيت زي في حرارة بتخرج بتيجي على جسدي وبتشفي التنميل وبتشفي الحرقان وبتشفي كل حاجة للرب شوفيات بتقول تفضلي أخذ مكلمة بعد إذنك نكمل على الأخت بتسام من أستراليا أهلا وسهلا بك أخت بتسام حضر إيديك على هوا تفضلي سلام المسيح معكم ومعاك أهلا وسهلا بك سلام المسيح معك أليك أهلا أخت بتسام وحشتونا زيكم نشكر رب زي الله يخليك بالفراحة أنا طالبة صلاة لناس طالبين من عندي صلاة مش لا أجل بل لأجل الناس أنا طالبة صلاة أمين في شخص عندي وجع بالمعدة أي ما فينو لا يشرب ماي ولا يأكل أي شي بيأكل بيستفرخ أي وعندي طلبة صلاة لبن إلى عائلة جوزة بيلعب أمار أهلا والإبليس عم يدارب هي المرأة مؤمنة بس الزوج عم يعمل أمار وفي مشاكل بيناتهم وفي صلاة لأجل عائلة كمان عندها مشاكل معها جوزة بالبيت وأولادها أمين وصلاة لأجل وحدة أخذت ابنها وتركت جوزة ما بتخلي يشوف ابنه ابنه مشاكل عائلية كتير وإحنا بنعرف هذه عمال الإبليس وإحنا نسخ بيشو أنه قادر أن يعمل الكثير لأنا أمين يا رب شكرا والربي بارككم شكرا دوركم ويستخدمكم لمجل اسمه أكتر وصلولي حتى أكون أنا أعمل لمجل وكرم يسوع المسيح خليكي معانا على الخط واختبتسام أنا شايف الرب عاملك سفيرة للمسيح في استراليا وزي ما قال لجدعون اذهب بقوتك هذه وخلص الشعب الرب عاوزك بيقولك رغم أن لك قوة أسيرة لكن اتكلمي على المشاكل الزوجية واتكلمي عن مشاكل عائلية وروحي للمرضى زوريهم وضعي ايدك بالإيمان أنا شايف الرب بيستخدمك كسفيرة في استراليا وبقولك بمنحك قوة روح القدوس في مسحة من روح الله هتيجي على إيديك وفي مسحة من روح الله هتمسح كلمة الله على فمك ولن تكون ككلمة عادية لكن ستكون قادرة أن تخلص وتحرر يا رب بنصلي لأجل اللي بيستفرغ واللي عنده ألام في المعدة بنصلي يا رب لأجل المشاكل الإدمان ولأجل الأزواج يا رب والزوجات اللي عدو الخير بيحاول يبعدهم يا رب تعالى بهبات جديدة يا رب على شعبك وامنحهم حياة وامنحهم حياة أفضل باسمك نقيد كل سلطان الظلمة وكل سلطان أجداد الشر الروحية واسقين في أمانتك الرب بيأكد لك أخت ابتسام أنت سفيرة للمسيح في استراليا كلمي كل هذه العائلات صليلهم بانتظام روح زريهم واتشوف سلطان الله هيجي على بيوتهم وعلى حياتهم أمين شكراً لكي أخت ابتسام رب يبركك يا حببتي معنا الأخ نايجي من أوريجن أهلاً وسهلاً بك أخ نايجي حضرتك على الهوى تفضل أهلاً حضرت العسيس ربنا بارككم أهلاً عندي رجال جداً تلبسين أولاً صالة صالة بالموال الكنيسة الأوريجن ربنا يقيمها ويبقى فيها الواحدة والمحبة أمين إن شاء الله تانياً لأجل هبني هو شاب رشك ربنا لأجل وبيخدم الرب يعزف وبيران ويخد اجتماعات بس شطان سامح ويضرب بالسكر طيب طوان وهو بياخد اثنين انسولين يعني بتعمله مشاكل وخاصة لما بيطلع خدمة براء ومؤتمر أو كده بتبقى صعبة لي شوية بنشكر رب لأجله أرفعه شفيدينا رب وأمين هو الرب أمين أمين رب يشفيه سلامته ألف سلامة حب تقول اسمه ولا لأ اسمه أندرو أندرو هو على فكرة يبقى خاله الأخاني نبيل المرنف أهلاً وسهلاً أهلاً بيك أهلاً وسهلاً هنصلي له أفني يجي في اسمي يسوع يا رب بنرفع الصلاة لأجل كنيسة أورجين ولأجل يا رب كل الرعاة الذين يشاهدونا والكنائس يا رب التي تشاهدنا الآن أو في الإعادة نصلي يا رب أنك تجعل هذه الكنائس مبنية على صخر الظهور الرب يسوع يا رب إحنا بنصلي لأجل وحدة المحبة بهذه أعلم الجميع أننا تلاميذك إن كان لنا حب بعضنا لبعض ذوب يا رب كل الفوارق في اسم يسوع يا رب اجعل كل كنيسة تشاهدنا الآن جسد واحد روح واحد نفسه واحدة كما كانت الكنيسة الأولى تؤدي الشهادة بقوة عظيمة نصلي يا رب لأجل أندرو كل من هو نظيره مريض بالسكر أو أي أمراض في الغدد يا رب إلى مين نذهب وإنت الطبيب الشافي أنت الذي كنت تقول يا رب تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم عدو الخير اشفي يا رب كل مرض وكل ضعف في شعبك الذي يشاهدنا في أي وقت يا رب تعاد هذه الحلقة ويذكر موضوع الشفاء نؤمن أن قوة تخرج منك وتلمس كل مريض وكل متعب وكل منحنيت آمين 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 ربي بركك يا خنيجي هنصلي لكم باستمرار معنا الأخت فوزية من كاليفورنيا أهلا وسلم بك يا أخت فوزية حضرتك على الهوى تفضلي أهلا يا أخت فوزية أزايك أنا نانسي بنتها أهلا أهلا يا نانسي أهلا بك ماما عايزة تكلم حضرتك بكسر سلا آمين آلو أهلا بيك يا أخت فوزية تفضلي حضرتك على الهوى أهلا يا أهلا يا مدام تسألوا إزاي حضرتك أهلا بيك يا حبيب أنا بطلب عشان مساء الخير يا حضرتك أهلا بيك يا أخت فوزية أنا بطلب علشان تصلوا للأخت مجد فوزي من مغاقة عنده مرض السرطان منتشر وتعب خالص آمين ومامته بتثق في صلواتك وأمه ست قديسة ومصلية وبتثق في صلاتك كتير فيا يا رب ترفعه في صلاتك آمين آمين حاضر يا أخت فوزية هنصليله دلوقتي ربي وصله أنا فعلا كنت بقولي الأسيس أليكس من شوية أنا عايزين نصليله بس كنت ناسي اسمه حاضر هنصليله نرفع رب الأخ مجدي بين إيديك في اسم الرب يسوع بزيارة في مغاغة إلهية افتقاد سماوي مهما كان انتشار السرطان ومهما كانت درجة هذا السرطان لا أعصر عليك أمر مد يدك يا رب على الأخ مجدي اذهب بزيارة شافية انت قادر رب أنك تحول كل خلية سرطانية إلى خلية مخصولة بدم المسيح يا رب نقف كرجل في استغرى أمام كل مرض أمام كل سرطان ونقول لك يا رب ترائف على شعبك يا رب من مثلك إله صنع عجائب وصنع قوات ترائف يا رب وضمض الجراح واشف جميع الأمراض بكلمة فمك وقوة دمك وعمل صليبك آمين آمين في اسمي يسوع رب يتمجد معاه معنا الأخت إيمان من أريزونا أهلا وسلم بك يا أخت إيمان حضرتك على الهوة تفضلي مرحبا سلامي ربي سمعكم يا رب وربي بارد خدمات من الله أنا من أريزونا من توثم بدي بصلاة من الأسئة من شخص أخويا أمير في استغراليا رح يعمل عملية استلصال في رئى استلصال وراب فأتوب صلاة منكم وربي بارد جميع خدماتكم حب أقولي اسمه أمير أمير فأقول رب يا ربي العصل للمجد يا ربي أنه إلى حصان المعجزات إلى الشفاء الذي بوحصتي يا رب الأطباء هي التعمل هو يؤمر وهم يعملون هو الواحد هو يقول كن فيكن شكره ربي كله نحمده على كل شيء نحمد يا ربي على كل شيء له المجد والسجود لأنه واحد إلى القدرة والشفاء ربي بارقني يا ربي أنتم جميع القدام موجودين في هذه القناة لأن هذه القناة هي المستشفى لنا هي كل شيء يا رب ربي باردكم يا إلهي وإن شاء الله بكل خدماتكم تخدسها وإن أمام يا ربي بخدمة كل يا رب ويجعل كل شعبه يا ربي كل شعبه بأمان والسلام يا رب نشكر خدماتكم يا إلهي الحي أمين شكرا ربي باركك وإحنا هنحط إيماننا مع إيمانك وفعلا شهوة الصديق تمنح في اسم يسوع الرب يمنح أمير حياة ويش فيه في اسم يسوع يسمها إيمان ونعوز أقول لها عظيم هو إيمانك يا إمرأة إيمانك معزي وإيمانك مشجع يا رب إحنا منتحد مع الأختي إيمان لأجل أمير يا رب والأجل الصلاة لأجل السرطات يا رب من مثلك إله رفع كل أمراضنا رفع كل أوجاعنا على عود الصليب يا رب قلت لا أترككم يا تامة أنت أرسلت المعزي الروح القدس الذي يؤيدنا بالقوة بالروح في الإنسان الباطل وفيك يا رب نقوم ونتشدد ونتشجع ننتهر كل السرطانات ننتهر كل الأمراض المستعصية ونتشجع رب نقول للأخت إيمان في عبرانيين 11 بالإيمان قهر وممالك بالإيمان تقوه من ضعف وبالإيمان نال المواعيد بالإيمان ننال مواعيد الشفاء في أرواحنا بالإيمان ننال مواعيد الشفاء في أجسادنا بالإيمان نقوم ونحيا ونتحرك ونوجد عزم إيمانك يا رب وعزم عملك في إيمان وعطيها نعمة أكثر فأكثر لكي تكون رب امرأة إيمان حقيقية كارزة وخادمة بالإيمان المعجز في اسم يسوع آمين معنا بنت الرب من كاليفورنيا أهلا وسهلا بك حديدك على الهوت فضلي أهلا بيك تفضلي حبي مساء الخير يا أختي مساء الخير يا أختي أنا عندي عندي ألام جمزة كانت في ضهري وعملت عملية ربيرة في ضهري ممكن توطي التليفزيون بعد إذنك اسمعينا بالتليفون نعم وطي التليفزيون واسمعينا بالتليفون لو سمعت عشان في صادة صوت مرسي أنا عملت عملية كبيرة في ضهري والرب تمجد الحمد لله مش عندي ورتي عندي ألام مبرحة مش حسن ليه خالص وآيب نار ومنمس بطل الصلاة لأكيد إيدي ورني اسم يسوع حاضر بنت الرب بنتي اختبرت الرب سيد ومخلص ولا تحبك سيد آه طبعا شكر يسوع أمين طيب حط إيدك مكان الألم وصلي معايا الصلاة دي أمين إيد في مكان الألم ورفع الإيد التانية الفوق وقول له صلي معايا وقول له باستقبل منك يا رب يسوع باستقبل منك يا رب يسوع باستقبل منك يا رب يسوع قوة شفاء ممسك شفاء وتحرير وتحرير من كل ألابي من كل ألامي ومن كل ضعفاتي ومن كل ضعفاتي التي حملت على عوض الصليب التي حملت على عوض الصليب لأنك أصبت وضربت لأنك أصبت وضربت وجرحت لأجل شفائي وأنا أستقبل من دمك ومن ماء الروح القدس معونة إلهية وقوة سماوية تسري في جسد الآن تناشي كل إعياء تنهي كل إعياء وكل ضعف في أشكرك لأنك سمعت واستجبت أنا عاوزك تصلي الصلاة دي بصورة مستمرة رب يعني موريني أنك تتحط إيدك على مكان الألم وإيد تانية مرفوعة للسماء وتستقبل من ربنا قوة جديدة في كل صباح وهو يجدد كالنصر شبابك أمين أمين يا عزيزتي الرب هيتمجد معاك وزي ما الأسيس أليكس بيصلي خلي عندك إيمان وثق إن رب هيتمجد معاك في إسمي أسوع سلامتك ألف سلامة معنا يا بنت الرب من مصر مصر صحيين دلوقتي أهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهوة فضالي فضالي ألون أختي سلامة أيوة مساء الخير مساء الخير أهلا بيكي مساء الخير يا حضرة الأسيس أهلا بيكي بنت الرب فضالي عزيزتي من حضرتك يا حضرة الأسيس معايا زوجي بيشك جامد جدا وطعبنا معاه كتير قوي قوي ومش لقيه له حل يعني وأي حاجة يجيبها أو يشتريها في الطب تخسر وفي ناس كتير عالت معاها بهات كهنة كتير وأبنا سمعان وأبنا مكارل وكذا أب كهن وهو هو اللي فيه طيب نصل يا رب أنك تغير الزوج وتغير حالة الشك وتدي له يا رب أمان في شخصك وأمان في شركة الحياة يا رب في اسم يسوع حينما شك تومة جعلت أن يضع يده في أثار المسامير وتغير ولم يكن بعد شكاك يا رب اجعل تومة الشكاك يضع يده في يد المسيح واتحد بشخصك رب فتكون أنت أمانه ونعمته وقيادته وتحرره من كل خطية لأن الشخص المتشكك أو المرتاب زي موج البحر احفظ رب من الهيجان واحفظ رب من كل خطية ومن شكاية العدو على فكره وعلى قلبه وعلى نفسه غير أفكاره وقلبه بقلب جديد آمين آمين رب يتمجد معاك معنا الأخت ولاء من تينيسي عندها اختبار أهلا بك أخت ولاء اتفضلي حضرتك على الهوى أهلا بحضرتك يا أخت سلوة أهلا وسلوة أنا كان الرب عمل معايا اختبار أنا حامل وكانوا في التحاليل اللي يجروها للحوامل آآ قالوا أن عندي احتمالات إصابة الجنين بمرض داونس سندروم عالية جداً آآ وصلت لعشر أبعاف الستات اللي في مثل سني وظروفي وده كان بالنسبة لهم نسبة غريبة يعني حسب لفظ الدكتورة بتاعت الجينات إن دي نسبة غريبة وأنا كنت ما سمعت الكلام دا ما كنتش مستوعبة في الأول وبعد كده آآ يعني قالوا أن لازم خطوات تاني وتحاليل تاني دي إن إيه عشان يتأكدوا آآ 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 ابتدت والدتي بصراحة أول واحدة ابتدت تصالي لأن أنا كنت في الأول كده في حالة يعني مش مستوعبة الموقف بعد كده فقالت لي على طول أول ما دخلت سلط وطلعت قلت لي الرب بيقول لا تصدق الكلام الذي سمعته ده الكلمة دي تقالت لحظاقية بعد كده رحنا وبتدينا أخدوا مني عينات الدم عشان يحللوا الدي ام اي بتاع الجمين وطبعا التحليل ده بحسب كلام الدكتورة إنه من أحدث تحليل الدي ام اي ومباهظ التكاليف بس شركة التأمين وفقت عليه لأن النسبة اللي طلعت في التحليل الأولاني كانت غريبة بحسب لفظهم هم إنها غريبة فعشان كده اضطروا إنهم يعملوا التحليل ده والتحليل ده مش بتعمل غير في ولايات لمحدودة جدا وبيسافر عشان يتعمل يعني فتخذوه بطريقة معينة عشان يتشحن وأنا قعدت مستنية النتيجة ويوم التلاتة اللي فات أنا كنت بصراحة في حالة يعني صعبة خالص ولأني مستنية النتيجة اتصلت أخت بالصدفة من قناة الكرمة تفتقدني أنا كنت مش قادرة تصل بيكو تاني بتصل بيكو كتير في كل الاحتياجات يعني فاتصلت أخت بالصدفة تفتقدني وقلت لها أنا بقى فصلت معي وإمبارح كلمت الدكتورة قالتلي لسه ما فيش أخبار وأنا كنت قال أنا فكلمت الأستيس أليكس وصلى معي وطلبت منه من الرب حتى لو الجانين في حاجة هو قادر أن هو يصلحه في الرحم يعني لا يعصر عليه أمر هو الخالق وبالصدفة أن الدكتورة بعد ما قالتلي أن التحليل هيتأخذ لأن ده تحليل دقيق وبياخد خطوات كتيرة جدا عشان يعملوا الحاجة دي اتصلت النهاردة بي وقالتلي أن التحليل ده طلع ممتاز ده حسب نفسها هي مجدى قالتلي والتحليل ده كمان لأنه بياخد الDNA فبيكشف على باقي الأمراض اللي ممكن تكون موجودة في الجانين في الDNA يعني حاجات تانية غير فقالتلي أن كل الحاجات اللي بيكشفها التحليل ده بتقول أن النسب ممتازة خالص عكس ما طلع التحليل أولاني من يقول المرض أو الاحتمالات الإصابة عندي عشر أضعاف التحليل الأفتامي فأنا تفرحها سعيدة وبس لي طلبة عندكم أن أنتوا تصلوا من أجل مين هي بنت اللي في بطني ومن أجل ابني اللي عندي قبل كده أن يكونوا مكررسين للرب أنا نفسي هم يعرفوا الرب زي سموئيل والرب يدعوهم من سن صغير يسجدوا للرب ويحبوا الرب ويسمعوا صوتا في اسم يسوع يا رب نباركك نعظمك لأجل أخت ولاء يا رب اللي كان في المساء يا بيت البكاء وفي الصباح ترنه غيرت التحليل 180 درجة في يوم وليلة ومش تدتها تحليل عادية لا ده أنت بتشهد وتقول تحليل ممتازة لأنك إله مميز يا رب وإحنا نمتاز عن باقي الشعوب بمسيرك معانا واجهك يسير أمامنا فيريح الرب هيباركك يا أختي ولاء هيبارك الإبن والإبنة والمولود منك يدعى قدوس للرب ولأنك شهدت عن عمل الله أمام الناس فالرب هيشهد عنك وعن أبنائك وعن عيلتك أمام الآب السماوي لأنك أكرمتي بهذا الاختبار الذي يقول إن إلهنا حي ما زال يصنع الآيات وما زال يصنع العجائل يغير الأجنة يغير الأوقات يغير الأزمنة الذين حكموا على البيبي بالداون سندروم تغير الحكمة إلى أن يصير بيبي متميز لأنك طلبت إله الامتيازات الإله القدير هو اللي يضع شماله تحت رأسك ويمينه تعانقك لن يكون ألم ولن يكون وجع لكن من اليوم فصاعدا ترينا اختبارات جديدة والرب ده بيقولك ده بداية التميز وبداية التعرف على مجدي وسترين أشياء أمجد ستمجدينني وتشهدين عنا في المستقبل هاليولويا كمين يا أخت ولاي أكيد البنوتة الصغيرة جاية تبقى خادمة الرب أكيد عايزها معنا بنت الرب من كندا أهلا وسهلا بك حضرتك على الهوت فضلي أهلا بحضرتك سلام المسيح لليكي وسلام المسيح أيضا لأسيس أليكس أهلا بك ويبعلن مجد الرب عليكم وعلى كل العاملين في الكرمة بعلن مجد الرب أيضا على الكرمة والجذب النفوذ كتير وخطفها من إيد إبليس ليكمل العدد ويأتي يسوع النسيح لخطف الكنيسة باسم الرب يسوع ربي باركي بتعييز حضرتك أيضا بحب أن أنا بشارك معكم في المجموعة الصلاة للمرضى يعني بحب أقول ما لم يزرعه الآب يقلع باسم الرب يسوع من كل جفد ودي كلمة الرب في اسم يسوع نعتمد على يسوع الذي قال كده أكمل وهو فينا نعلن شفاء كامل في اسم الرب يسوع لكل الأجساد بحرية من أي أسر في إيد إبليس في اسم الرب يسوع أمين وبعد أذنكم أنا بطلب صلاة بس من أجل أختي سلام الله يحل فيها وأي شكاية على البيت بتعالي هي عرضان البيع تنكسر في اسم الرب يسوع ويفتفق اتنين على طلبة في السماء تكون على الأرض فأنا أتحد معكم في الصلاة من أجلها أمين نشكرك يا رب لأجل بنت الرب ونشكرك يا رب لأجل اتحادها في الصلاة ونشكرك لأجل محبتها وانتظارها لمجيئك يا رب إلى أن يكمل عدد العروس ويكمل عدد المؤمنين نعلن سلام الله على الأخت ونعلن يا رب أن أي عقبة أمام البيت تزول الآن في اسم يسوع كل الذين لديهم رب أشياء للبيع وسكنوا قلبه كما قال سليمان في القديمة ويابن البيت إن كان رب أي حد عليه ضربة مرض إن كان حد عليه ضيق أو ضربة من العدو وقف وبصت يديه نحو إله هذا البيت إله الآلهة ورب الأرباب ملك الملوك الذي يتكلم فأنت تشفي وأنت تسمع وأنت تستجيب وتعطي كل واحد سؤل قلبه نباركك ونشكرك مقدما لأنك ستسمعنا استجابات كثيرة كم عظمت عملك مع شعبك وكم سيرت فرحا آمين آمين مبارك اسم الرب معنا الأخ فادي من أستراليا أهلا وسهلا بك يا أخ فادي حضرتك على الهوى تفضل سلام يا ربي سمعكم ومعك أيضا أهلا بك هلو يا فضل حضرتك سمعينك أنا عايز حضرت يصلي لي مشين معي باركنسون أي طيب أخ فادي أهلا أنا معاك أنا عاوز بس قبل الباركنسون أسألك قدمت حياتك للرب بالكامل أو اللي تحب تصلي معايا قدمت حياتي بالأيتي سيبن وأيتام مباك معت أمين معها طيب يعني نطلب الرب كده يجدد قلبك ولو في خطيئة ينزعها والتطهير من الخطيئة كمان يساعدك على الشفاء من المرض فصلي معايا أخي فادي يقول له أشكرك يا رب أشكرك يا رب يسوع يسوع لأنك فديتني بدمك لأنك فديتني بدمك وطهرتني من كل خطيئة طهرتني من كل خطيئة أتوب أمامك أتوب أمامك عن كل شر وشبه شر عن كل شر وشبه شر وإن كنت فعلت خطيئة وإن كنت فعلت خطيئة فأنت تغفر لي وتشفيني من البركنسون أؤمن يا رب بتطهير دم يسوع من الخطيئة وقوة جروحك وصليبك على الشفاء أشكرك لأنك تسمع وتستجيب أنا عايزك أخي فادي كل يوم تقضي وقت كده مع ربنا ودايما الواحد ينقي قلبه قدام الرب من أي سعلب صغيرة من أي خطيئة محبوبة ويتنقى كده القداسة بها نستطيع أن نرى الرب بصورة أفضل رب يباركك ويكون معاك ودايما نسمع عنك كل خير معنا الأخ رائد من أستراليا أهلا وسهلا بك يا أخ رائد حضرتك على الهوات ممكن وط التلفزيون بعد إذنك نبدي كلام باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد عمين وط التلفزيون بعد إذنك يا أخ رائد إذا اجتمعوا إثنان باسمي إذا اجتمعوا إثنان باسمي فأنا ثالثهم أحنى القدس بشمه أليكس والأخت سالو عندي مشكلة مع العائلة مع مرتخ تقريبا صالها أربع سنوات وأنا ما يعني حاولت المستحيل وضحيت كثير يعني وبالأخير المرطي تقول لي أنا ما يعني ما ما لدي أحبك بعض يعني وهي مدى تعرف إذا سوي طيب أخ رائد أنا عاوز أقول لك أن مصدر المحبة الوحيد هو يسوع المسيح وإحنا لما بنحب يسوع من كل قلبنا ومن كل نفسنا ومن كل إرادتنا بنتمم الوصية الأولى وتيجي بعدها الوصية التانية تحب قريبك كنفس فإحنا عاوزين نصلي أن محبة ربنا تنسكب في قلبك دلوقتي بالروح القدس وربنا غير اتجاهات قلبك وإنت بتحب ربنا محبة حقيقة هتلاقي نفسك هتحب مراتك هتحب ولادك هتحب بيتك والرب ينقذ الكل أمين نعم صلي معايا نعم قل له يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح أنا بفتح قلبي إليك أنا بفتح قلبي إليك بقدم حياتي لشخصك أقدم حياتي لشخصك بحبك يا رب أحبك يا رب من كل قلبي من كل قلبي ومن كل نفسي من كل نفسي ومن كل قدرتي من كل قدرتي اغفر خطايايا بدمك اغفر خطايايا بدمك واسكب محبتك في قلبي واسكب محبتك في قلبي بالروح القدس بالروح القدس علشان اقدر احبك وحب امراتي وولادي احب امراتي وولادي واهل بيتي امين امين انا عاوز اقولك اخراج ان طريق المحبة انك تبع العلاقة والشركة مع المسيح كل يوم من خلال كلمته في الكتاب المؤدس وتطلبه كده بكلام بسيط زي اللي طلبناه هتلاقي نفسك بصورة القائية بتحب ربنا وبتحب امراتك واهل بيتي امين معنا الاختة اسماء من كاليفورنيا اهلا وسهلا بيك اختة اسماء حضرتك على الهوى تفضلي حلو اهلا بيك اختة اسماء تفضلي وطل تلفزيون لو سمحت ياريت كل حد يتصل يوطل تلفزيون علشان نسمعه سرعا سمعنا من التلفون خلاص فضل لنا دقايق بسيطة تفضلي اوكي ايوة تفضلي سمعين انا اسمي اسماء انا بطلب صلاة منكن اذا بتريدو بلا ست اريدتي في عندها سرطان وهي كتير بديق بقى تصلولا اذا بتريدو طبع حاضر عايزة تقولي اسمها نعم اسمها جاكلين حاضر يا رب بنرفع جاكلين وكل مرضى السرطان امامك او بنقول لك يا رب بنوصيك على عمل يديك اذ خلقتنا يا رب بحسب صورتك في البر وقداسة الحق ولان انت الفخاري الاعظم يا رب ما تنكسر الوعاء لا استطيع احد ان يصلح الوعاء سوى الفخاري الاعظم الذي صنعته بيدك اصلح رب كل الاوعاء المنكسرة والمريضة والمغدوشة بدم صليبك وبعمل يديك الكريمتين امين امين انا الاخت دولة من كاليفونيا انا وسهلا بيك يا اخت دولة تفضل اهلا سلوة ازايك اهلا بيك كيفك عامل ايه كويسا رب الحمد لله ازايك يا جسيس قالك اهلا اخت دولة ايه كيف تفينك وانا كتير ما شوفناك الله يخليك يا اخت دولة كنت في عدة سفريات اه انت بقى لك مدة طويلة ما طالحت على الكرم وما شوفناك اشكارك على سؤالك ان شاء الله تشوفينها تاني امين انا عايزك تصلي الابن الجضية بتحت الاسائلم بتحته اخر الشهر يا اسيس قالك لاني الدولة كل الاضايا اللي كنا بنصلينا للاسائلم مشت حلوة وكلهم اخدوا الا ابني لسه ما اخدوا وراء الله يخليك كم اضاية مجد الرب فيها يا اخت دولة يمكن خمسة خمسة رب دخل فيهم وكلهم اخدوا اوراقهم ان شاء الله ستتبت امير ابني اسمه امير امير اه وبعدين فيه واحد اسمه روبير عنده اه الام في وشه في العصب السادس وحيعملوله عملية وهي خطيرة شوية يريد تسكره في صلاتك كمان يا رب نشكرك لاجل الله اخت دولة وشهدتها يا رب انك اتمجدت في خمس اضايا قصيلة اتمجد في السادس يا سيد الرب اتمجد في شفاء الاخر وبر من الام عصب الوجه مد يد يسوع الشفاء على كل مريض يا رب من وجهه من القدم يا رب من اخمس القدم الى هامة الرأس او هامة الرأس الى اخمس القدم ان كان الجسد كله ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت لكن نؤمن الان ان زيت الروح القدس يعصب كل مريض يداك يا رب تجرحان وهم ايضا تعصبان يا رب هتان اليدان الكريمتان التي عصبت كل امراضنا واوجاعنا على عوض الصليب تلمس كل مريض الآن امين معنا المكلمة الاخيرة الاخ فيكتور من فلوريدا اهلا وسهلا بك اخ فيكتور اهلا وسهلا بحضرتك حضرتك على الهوة تفضل اهلا وسهلا بحضرتك اهلا اخ فيكتور الحقيقة انا مصاب بشكل اطفال كنت امراضي برضو نفس الحكاية كنا بنصلي من اجل طلب اطفال وبنصلي من اجل شفا بصلي كمان من اجل ان ربنا يلمس قلبي ويغير حياتي بنعمته انا صحيح علاقتي بربنا بقرأ الكتاب وبصلي لكن في اوقات الواحد بيسقط في افكار اذا كان ايدانا اي حاجة من الحاجات اللي ممكن ربنا بيبقى بيتدايق منها فبصلي من اجل تغييري وتحريري امين وبصلي من اجل حماية وكل شخص تعبام ربنا يمد ايده عليك امين وصلاواتك وربنا معاك ويبارك في حياتك احسيسة يصلي معاك يا اخي صلي معاك يا احلى طلب اللي انت عاوزها كده ان احنا نرجع لربنا من كل القلب امين انا واثق يا رب انا واثق يا رب انا واثق يا رب انك اكملت كل ما انا عاجز فيه اه معلش شفايت تانية اكسس اكملت كل عاجزي اكملت كل عاجزي شفيت كل امراضي شفيت كل امراضي محاوت كل خطيايا غفرت كل خطيايا طرحتها في بحر النسيان طرحتها في بحر من النسيان اجعلني الان اجعلني الان خليقة جديدة خليقة جديدة الاشياء العطيقة الاشياء العطيقة قد مضت الكل صار جديد أؤمن يا رب أنني خليقة جديدة ولدي نعمة جديدة وقوة في روحي ونفسي وجسدي تسري فيي الآن تسري فيي الآن وتغيرني للأفضل بارك حماي بارك حياتي حماية بارك حماية وكل أهل بيتي وكل أهل بيتي وأنا وأهل بيتي فلنعبد الرب وأنا وأهل بيتي فلنعبد الرب آمين آمين أشكرك يا سيسا لك أخي فيكتور أدعوك أن يكون فيه مسبح عائلي تقرأ الكتاب المقدس مع شريكة حياتك كل يوم وتصلوا إذا كان حماك موجود معاكم وبالعلاقة دي هتلاقي نمو وتكبر مع الرب وتكبر في كلمتها آمين ربي باركك يا أخي فيكتور السيس أليكس فاضل لنا حوالي دقيقة على الحلقة معنا كذا ورقة تلبط صلاة هنصلي لهم أحب أنا المشاهدين بعد ما تخلص الحلقة وعايزة أختم كلامي وأقول هو ذا أعظم من سليمان ها هنا معانا إله عظيم معانا إله قدير جدا فوق حد التصور هو اللي هيداخل في كل مشكلتك في كل مشكلتك في كل مرضكم وفي كل مرضنا الرب فعلا هيدينا فوق ما نطلب يا جماعة وفوق ما نفتكر بس علينا أن احنا نتق فيه ونصدق أنه هو صالح ونصدق أنه يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر بنوعيدكم أن احنا أول ما هتخلص الحلقة دلوقتي وهنقفل هنصلي لأجل كل التلباط اللي جات لنا دلوقتي من الكونترول روم ربنا يبرككم ونلتقي بكم في حلقة أخرى ورب يكون معكم ويحفظكم اشتركوا في القناة كسوى الكرمى وإحنا الأخصار هننشر حب في كل مكان افتح قلبك كسوى بيحبك نور حياتك بالنماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة